حكاية محمد عبد المنعم الاهلي عايز ايه في محمد عبد المنعم عشان يسيبه النيس الفرنسي اختصارا كده الاهلي محتاج وطالب 6 مليون يورو 6 مليون يورو والموافقة على رحيل محمد عبد المنعم الى نيس الفرنسي كابتن محمود الخطيب بلغ عبد المنعم انه ده الرقم اللي الاهلي طلبه والاهلي ما عندوش مانع ان يخود عبد المنعم احتراف اوروبي ولكن بالشروط اللي يطلبها النادي الاهلي تتناسب مع النادي الاهلي وقيمة النادي الاهلي وايضا قيمة اللاعب اللي هو تقريبا للوقت إن لم يكن أكيد هو أفضل مدافع في كرة القدم المصرية كلام منطقي أعتقد الرقم ده ينفع يبقى فيه مفاوضات بس يعني محمد منهم له قيمة قيمة كبيرة يعني طيب بيرس تاوك طلب جدا جدا من الرحيل عن النادي الاهلي بالتراضي بينه بين النادي الاهلي بناء على رغبة مشتركة ما بين اللاعب ومارس الكولر المدير الفني اللي طلب رحيل اللاعب رسميا بيرسي عنده عروض مغربية تحديدا من نادي الوداد وعروض بالججاية تحديدا من نادي رايل يونيون هو دلوقتي بيتفاوض عشان يختار أفضلهم ليه في الفترة اللي جاية تصوري هيروح الوداد غالبا يعني هو الأقرب لضم بيرس تاو خاصة إنه هيبقى فري غالبا يعني دي حكاية بيرس تاو